بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أعزائي الطلاب وفي فيديو جديد سنشرح في هذا الفيديو مراجعة وتلخيص للألكانات لكمياء الصف العاشر في نصف ساعة سأعطيك ملخص شامل لهذه المادة فإن عجبك هذا الفيديو وأردت أن تحصل على صور هذه المادة ستجدها على الفيس وممكن المتابعة على اليوتيوب والجودة عالية فإذا كانت الجودة عندك منخفضة اضبط الجودة الفيديو على جودة أعلى حتى يتوضح هذه الصورة سنبدأ في البداية عزيزي الطالب في جزئيتين الجزئية الأولى وهي المركبات المركبات عزيزي الطالب من خاصة الهيدرو كربونات طبعا عندما يتحدث عن هيدرو كربونات نحن نتحدث عن كربون وهيدروجين فقط أي عنصر آخر غير هذين العنصرين في المركبات لا يعتبر هيدرو كربونات والهيدرو كربونات ستكون تصنيفها إما مركبات مشبعة في هذه الحالة سنسميها الهيدرو كربونات مشبعة وفي هذه الحالة تسمى الألكنات ويوجد هيدرو كربونات غير مشبعة وفي هذه الحالة ستسمى عدة مركبات ولكن المطلوب منك هو الألكنات طبعا عندما نتحدث عن المركبات المشبعة فالمركب المشبع عزيزي الطالب هو مركب كيميائي ترتبط جميع ضراته بروابط تساهمية أحادية لكن هنا في الغير مشبع ستكون الروابط إما أن تكون ثنائية أو تكون ثلاثية طبعا تحدث هنا عن روابط تساهمية بالمثل عزيزي الطالب يعني هنا لا تحدث مثلا هذا المركب بهذه الصورة فعندما تنظر إلى ضرات الكربون ستجد أن الروابط الموجودة بينها هي روابط تساهمية أحادية هذا المركب هو مركب مشبع وهو أيضا هيدرو كربون لأنه يتكون من كربون وهيدروجين فهذا يسمى مركب مشبع ويسمى الألكنات أما هنا لو كان هنا يوجد رابطة ثنائية بهذه الصورة أو رابطة ثلاثية بين ضرات الكربون بهذه الصورة فهو غير مشبع عزيزي الطالب ومن هنا يأتي تعريف الألكنات فتعريف الألكنات عزيزي الطالب هي مركبات هيدرو كربونية مشبعة ترتبط فيها ضرات الكربون بروابط تساهمية أحادية أي رابطة غير هذه الرابطة التساهمية الأحادية لا يتعتبر ألكنات وحتى لو أتى لك مثلا في سؤال علل تسمى الألكنات هيدرو كربونات مشبعة فعزيزي الطالب في هذه الحالة الجواب يكون لأن كل ضرات كربون محاطة بأربع روابط تساهمية أحادية يعني هي لا تحتاج أن ترتبط مع أي جزئية أو أي ضرة أخرى حتى تصل لحالة الاستقرار وهنا لها صيغة عامة فالصيغة العامة للألكنات وهي مطلوبة ولا بد أن تحفظها هي CNH2N زائد 2 وهنا أن عزيزي الطالب نقصد بها عدد ضرات الكربون وعزيزي الطالب هنا لابد أن تفهم أمرين مهمين أن لو طلب عدد ضرات الكربون فإنها ستكون عدد ضرات الهيدروجين ناقص 2 على 2 ولو طلب عدد ضرات الهيدروجين هي ضعف عدد ضرات الكربون زائد 2 بالمثل يعني مثلا لو قال لك أنت مركب عندك C5 خمس ضرات كربون كم الـ H فإن الخمسة هنا ستقول خمسة ضرب 2 زائد 2 ستصبح 12 إذن عدد ضرات الهيدروجين هنا 12 لو قلق الكربون 10 فالعشرة هنا ستكون 10 ضرب 2 زائد 2 ستكون الـ H 22 وبالمثل عزيز الطالب لو قال مثلا لك ضرات كربون 1 فـ 1 ضرب 2 زائد 2 سيكون الـ H 4 أو أن يعطيك السؤال في نمط آخر أن يقول لك مثلا مركب هيدرو كربون مشبع طبعا يقصد به هنا الألكام وقال لك أنه يمتلك 14 ضرات هيدروجين أكتب الصيغة الجزائية عزيز الطالب هو قال لك 14 ضرات هيدروجين إذن من أجل أن أأتي بالكربون هنا فسأقول 14 ناقص 2 على 2 سيكون 6 فهنا الـ H الـ C ستكون 6 فهي C 6 H عزيزي الطالب 14 10 ستكون هنا C 6 H 14 ومن ثم تبدأ في ما يعرف بتسمية الألكامات وتسمية الألكامات لها شقان يعني لو قلنا مثلا ميثان مع العلم أن الميثان أبسط الألكامات يعني يتكون من ضرة كربون واحدة فهو يتكون من ميث وألف ونون ألف ونون هنا يقصد بها عائلة الألكامات والميث يقصد بها ماذا يقصد بالميث الميث عزيز الطالب هي عدد ضرات الكربون لكن باللتين وهنا عزيزي الطالب في التسمي مطلوب تقريبا في طفحة 81 أو 79 تقريبا 79 في إناس 80 يعني 81 حسب نسخة الكتاب يوجد جدول طبعا هذا الجدول حفظ يتكون من الميثان إيثان طبعا هنا عدد ضرات الكربون واحد عدد ضرات الكربون اثنان ثلاثة طبعا ستكون أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 9 وعشر مطلوب تحفظ عشر أحفظهم كأنه هنا أرقام بمعنى عندما أقول لك ميثان يعني ضرات الكربون واحد إذن الصيغة الجزائية له واحد الكربون واحد إذن اتش اتنين ضرب اتنين زائد اتنين ضرب واحد زائد اتنين ستكون أربع الإيثان رقم اتنين يعني سي اتنين اتنين ضرب اتنين اربع زائد اتنين ستكون ستة بروبان بروبان C3 H8 وهكذا فلابد أن تحفظ الميثان إيثان بروبان بيوتان بنتان هكسان وعزيز الطالب من ثم هبتان أكتان نونان وهنا ديكان فمثلا لو قلنا ديكان C10 H22 لأنها ستظرف 2 زائد 2 C9 H20 C8 H18 C7 H16 C6 H هنا عزيز الطالب 14 C5 H12 هنا مثلا C4 H10 أما بالنسبة للصيغة البنائية عزيز الطالب فالصيغة البنائية كل ضرة كربون لا بد أن تحط بأربع روابط تساهمية أو حادية فمثلا هنا ضرة الكربون طب هنا ضرتين كربون ستكون هنا عزيز الطالب ضرة كربون وهنا ضرة كربون ومن ثم الرواب سنعد هذه الرابط الموجودة في الوسط يتبقى للضرة الطرفية هنا ثلاثة والضرة الطرفية هنا ثلاثة إذن هنا ست ضرات هيدروجين مثلا هنا فعزيز الطالب دائما الضرات الطرفية ستأخذ ثلاثة روابط أما الضرات في الوسط ستأخذ اثنتين يعني هنا ضرة كربون اثنان ثلاثة ستأخذ واحدة ثلاثة 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 أربعة هنا مثلا خمسة لكن اللي في الوسط ستأخذ واحدة في الأعلى واحدة في الأسفل وبالمثل في الباقي وهنا يأتي لك ما تعرف بظاهرة التشكل وظاهرة التشكل عزيز الطالب هي عبارة عن وجود صور للعنصر لها نفس الصيغة الجزائية وأكثر من الصيغة بنائية طبعا هذه الصيغة البنائية تعرف بالمتشكلات فالمتشكلات لها نفس الصيغة الجزائية لكن أكثر من الصيغة بنائية وبالتالي هنا جميع متشكلات هنا أتحدث عن متشكلات نفس العنصر جميع متشكلات المركب لها نفس عدد ضرات الكربون ونفس عدد ضرات الهيدروجين فقط الاختلاف في الشكل بمعنى طب مع العلم ملاحظة أن البروبان والإيثان والميثان لها متشكل واحد فقط أي أن لها صورة جزائية واحدة وصورة بنائية واحدة أما السؤال سنبدأ من عند البيوتان مثلا لو قال مثلا لك أرسم أو أرسم متشكلات البنتان البنتان عزيز الطالب حسب الترتيب لو أنت حفظت الجدول ميتان إيثان بروبان بيوتان بنتان هو رقم خمسة خمسة ضرب اثنان عشرة زائد اثنان إثنى عشر هنا كيف سترسم الصياسة؟ ستقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وستكمل هيدروجينات الأول ستأخذ ثلاثة والثاني جميع اللي في الوسط سيأخذ ضر في الأعلى وضر في الأسفل هيدروجينات الأخير الطرفية ستأخذ ثلاثة هذا يسمى عين بمعنى عادي هذا ويسمى عين بنتان يعني ستكتب اسم الألكان هذه الصورة الصورة الثانية ستأخذ ضرة كربون وستضاحة الطرفية ستضاحة على ضرة كربون رقم اثنان بمعنى هكذا واحد اثنان ثلاثة أربعة سواء من اليمين أو اليسار سواء من الأعلى أو الأسفل لكن لا تضاحة لا على الضرة الأولى ولا على الضرة الأخيرة فقط على ضرة رقم اثنان ومن ثم ستكمل هيدروجينات طبعا إكمال الهيدروجينات ستعيد هنا مثلا واحدة وستكمل لابد أن كل ضرة كربون تكون محاطة بأربع روابط تساهمية وحديث ستعدى الروابط الموجودة التي تكون حول ضرة الكربون وستكمل الباقي حتى تصل إلى أربعة ضرات أو أربعة رابط هيدروجينات هذا عندما تكون تفرع واحد يسمى أيزو والاسم الألكان أيزو بنتان والرابط الأخيرة أيضا له شكل آخر والمطلوب منك ثلاث أشكال ستأخذ أيضا ضرة كربون أخرى وفي نفس الضرة التي وضعت فيها التفرع الأول ستضع تفرع ثاني هنا نفس عدد ضرات الكربون وستكملها بالهيدروجينات طبعا الهيدروجينات كل ضرة كربون ستعدى الرابط الموجودة التي تضبطها مع الضرة المجاورة وستكمل في الباقي هيدروجينات وهنا تفرعا تفرعا يسمى نيو والاسم بنتان هكذا ترسم المتشكلات عزيزي الطبي أما بالنسبة للخصائص هنا الخصائص الفيزيائي أنا أذكر هنا أنا ألخص لهذه الوحدة في نصف ساعة حتى تكون لك مراجعة مهمة أي جزئية غير مفهومة سأترك لكم صندوق الوصف شرحت كل هذه الجزئيات بالتفصيل الممل فقط هذا الفيديو هو تلخيص للمادة الخصائص الفيزيائية للألكانات عزيزي الطالب أول خاصية من الخصائص الفيزيائية للألكانات بشكل أساسي ستكون من أن التغير الحالة الفيزيائية عزيز الطالب حسب طبعا تغير الحالة الفيزيائية يكون حسب عدد ظرات الكربون بمعنى لو كان عدد ظرات الكربون من واحد لأربعة ستكون غاز لو كانت عدد ظرات الكربون من خمسة لسبعة عشر ستكون سائل لو كان عدد ظرات الكربون من ثمانية عشر فما فوق ستكون الحالة صلبة عزيزي الطالب فإن دائما أنظر على ظرات الكربون اثنان الألكانات كثافتها أقل من كثافة الماء لو قال لك علل تطفو الألكانات فوق الماء الألكانات هي بنزين وصلر فالجواب عزيزي الطالب لأن الألكانات كثافتها أقل من كثافة الماء ثلاثة هنا عزيزي الطالب يتحدث لك بالنسبة للخصائص بالنسبة لدرجة الغليان درجة الغليان عزيزي الطالب ستكون فرضية مع عدد ظرات الكربون وعكسية مع عدد التفرعات وهنا يأتي لك علل لماذا عندما تزداد عدد ظرات الكربون يزداد درجة الغليان لزيادة الكتلة المولية والروابط بينما هنا عكسية لأن التفرعات تضعف قوة الترابط وبالنسبة للخاصية رقم أربعة عزيزي الطالب في خاصية رقم أربعة هنا الألكانات 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 لا تذوب في الماء لكن تذيب بقع الدهانات علل لأن الألكانات غير قطبية مثل مثل بقع الدهانات أما الماء فهو مركب قطبي والقاعدة تقول في الكيمياء الشبيه يذيب الشبيه يعني المركبات التي تشبه بعض تذيب بعض ومن هنا من حيث التفرعات لو قلنا مثلا أن عندك عين بنتان بالنسبة لدرجة الغليان وعندك أيزو بنتان وعندك نيو بنتان لو أردت أن تكون أن ترتب تنازليا عزيزي الطالب مثلا بالنسبة تنازليا حسب درجة الغليان ستكون أكبر شيء وهي الألكان العين أكبر من الأيزو أكبر من الهنيوة والعكس عندما تكون تصاعدية هناك أيضا الخواص الكيميائية الخواص الكيميائية للألكانات عزيزي الطالب هي أن الألكانات خاملة كيميائيا لذا تسمى بارافينات لو قال لك علل لماذا تسمى بارافينات لأنها خاملة كيميائيا طب لماذا خاملة كيميائيا لأنها هيدرو لأنها طبعا هيدرو كربونات مشبع فعملية كاسر روابط ستكون صعبة لكن أشهر التفاعلات أشهر التفاعلات للبنزين والصلاة طبعا لها هو الاحتراق عزيزي الطالب والاستبداد طبعا أكثر شيء سيمر عليك الاحتراق والاستبداد وهنا بالنسبة للإحتراق مثلا لو كان أكتب معادلة احتراق غاز الطهي طبعا غاز الطهي عزيزي الطالب يتكون من بروبان وبيوتان والنسبة تختلف من الصيف لو الشتاء حسب درجة التجمل طبعا مثلا البروبان سي ثلاثة أدش طبعا ثلاث ضرب اثنان زائد اثنان ستة هذا البروبان بيوتان سي أربعة سيكون ثمانية ضرب أربعة ضرب اثنان ثمانية زائد اثنان عشرة فسيكون هنا عشرة دائما الاحتراق سيكون مع الأكسوجين يعني هنا سيكون أكسوجين وهنا شرارة لبدء التفاعل ودائما عملية النواتج ثاني اكسيد كربون ثاني اكسيد كربون وهي بخار ماء زائد بخار ماء طاقة زائد طاقة الخلاف فقط في عملية الوزن يعني انظر هنا أكم ضرب كربون ثلاثة إذن هنا سنضرب ثلاثة أكم ضرب كربون هنا أربعة إذن هنا سنضرب أطبع أكم ضرب هيدروجين هنا ستجد أنها ثلاثة ثلاثة وستة هنا اثنان سنظر في ثلاثة ثلاثة في اثنان ستكون ستة عزيزي آسف هنا تزلات الكربون تمانية لقد انا اخطأت هنا تمانية فسامحونا على هذا الخطأ هنا ستكون عزيزي الطالب هنا تمانية ستكون هنا أربعة وهنا عشرة ستكون هنا خمسة طيب هذا بالنسبة للنواتج بالنسبة للمتفاعلات انظر هنا عزيزي الضرات الاكسوجين في النواتج ثلاثة ضرب اثنان ستة وأربعة ضرب واحد عشرة ستة وعشرة آسف ستة زائد أربعة ستكون عشرة إذن هنا ستكون خمسة ضرب اثنان هنا عشرة إذن عشر ضرات اكسوجين في النواتج وعشرة في المتفاعلات هنا مثلا أربعة ضرب اثنان تمانية وخمسة ضرب واحد خمسة تمانية وخمسة ثلاثة عشر الثلاثة عشر الاثنان لأنه لا يجوز أن تكتب بصورة عشرية أما التفاعل الآخر وهو التفاعل الاستبدال وتفاعل الاستبدال يكون عمليك استبدال لضرة الهيدروجين باستخدام عناصر الهالوجينات ما هي الهالوجينات عزيز الطالب؟ وهي عناصر المجموعة السابعة وهي عبارة عن الكلور والبروم الكلور واليود والبروم والفلور مع العلم عزيزي الطالب فقط هنا بالنسبة لغاز الطائعي توضع مادة تعرف بالثيولات لكشف التصرب لأنها من الكبرية لها رائحة نفاذة لأن مركبات الكبرية بشكل أساسي لها رائحة نفاذة فيكشف التصرب طبعا هنا عملية استبدال تكون تحت ظروف خاصة مثل حرارة زائد ضوء شمس أو أي منهما يعني أو أي منهما يعني مثلا لو قلنا مثلا عملية استبدال CH3 هنا ثمانية زائد PR2 فقط هنا ضوء مثلا شمس أو حرارة من 250 إلى 400 قريبا هنا فقط شيء ضرّة كهيدروجين ستصبح سبعة وضع ضرّة بروم وهنا HPR أو أن تكتبها بالصيغة الجزائية البنائية هنا ضرّات البروم طبعا البروم سنفعله مع البروبان البروم ستكون هنا ضرّتان سيحدث هنا عملية استبدال لضرّة هيدروجين مع ضرّة بروم ضوء شمس ستكون هذه المعادلة طبعا سأكتبها هنا لأن لا يوجد لدي مساحة هنا ستجد أنه هنا PR طبعا وستكمل الهيدروجين هذا لو أراد أن يكتبها لك بالصيغة الجزائية زائد HPR هكذا عزيز الطالب نكون قد أنهينا ملخص سريع لهذه الوحدة أنا أرجو أن يكون قد نال أجابكم ممكن أن تنشر هذا الفيديو بين أصدقائكم وأحبائكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته